كما عقد رئيس مجلس الوزارة اجتماعا لمتابعة جهود خفض أسعار السلع بمختلف الأسواق وخلال الاجتماع عرب مدبولي عن تقديره للجهود المبدولة لضبط أسعار السلع في الأسواق على مدار الفترة الماضية مشيدا بما يتم من تعاون وتنصيق مع كل من الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات لتحقيق هذا الهدف مؤكدا أهمية العمل على الاستمرار في بذل هذه الجهود خاصة مع نجاح الحكومة بتعاون مع البنك المركزي في ضبط سعر الصرف وتوفير مستلزمات الانتاج للمصانع مشيرا إلى أهمية الدور الذي تقوم به مختلف الجهات الرقبية في متابعة حركة الأسواق ووجه مدبولي بأهمية عقد اجتماع دوري مع رئيسي اتحاد الغرف التجارية والصناعات المصرية لمناقشة واستعراض أي مقترحات من شأنها أن تعزز من جهود ضبط الأسواق وأسعار السلع ترجمة نانسي قنقر